بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبيئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم السنة المطهرة محاطة بالعناية الإلهية عبر العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما ضمن لها المولى سبحانه وتعالى كما ضمن لها الله العظيم ومن حفظه سبحانه وتعالى للقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة إن رب العالمين هيأ لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم هيأ له كده من الأصحاب والأتباع الأبرار الكرام اللي تلقوا من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ونألوها بكل حرص ودقة وإخلاص تقي عن تقي على مر الأزمان مستجيبين في ذلك لما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرورة حفظ السنة ومن ضرورة تبلغها لأنها هي دي الأمة اللي ننزل فيها الوحي والتي تلقت الوحي عن الله من خلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هم امتسلوا في ده الصحابة الكرام ابتدعوا ده العلم من عندهم لا هم امتسلوا فيه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أمر أصحابه الكرام بأن يحفظوا العلم عنه مش يحفظوه بس ده يحفظوه يبلغوه لأقوامهم ويبلغوه كمان عن طريق الحفظ والإتقان والدقة في نقله وتلقيه يدوه كمان للأجيال اللي من بعده وده أو جاء هذا المعنى واضح جدا فيه أحاديثة كثيرة يعني نضرب مثل بحديث سيدنا بن عباس رضي الله عنهما الذي روى إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الوفد ده جي للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا رسول الله إن نأتيك من شقة بعيدة يعني نجي لك مسافة وهي مجهدة وكانت مساكنهم مساكن عبد القيس موجودة في البحرين وما ولاها من أطراف العراق وجاءوا إليه في السنة الخامسة من الهجرة وكان عددهم حوالي أربعتاشر واحد جمل نبي عليه الصلاة والسلام يقولون له يا رسول الله إن نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام خايفين بقى من كان في صراع بينهم وبين دول قالقين فهم بيأتوا في الشهر الحرام عشان خاطر محدش يعتدي عليه فبيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام فمرنا يعني أمرنا فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة يعني علمنا بقى دينا أوامر نبلغ اللي انتحد قلهلنا ده للحي بقى بتاعهم لأقوامهم يرجعوا تاني منطقة البحرين فينقلوا العلم ده هناك وندخل به الجنة يبلغوا العلم ويعملوا به فيكونوا من أهل الجنة فجملة الحديث إنه أمرهم كما روى سيدنا بن عباس فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع وأول حاجة أمرهم بيها أمرهم بالإيمان إلى نهاية الحديث إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ده بيت الشاهد يعني ده الموضع اللي احنا بنستشهد به في هذا المقام وسط هذا اللغة الكثير حول سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد هؤلاء طلبوا من النبي يعلمهم علم يروحوا به لأقوامهم يعلموهم ويعملوا به فيكونوا من أهل الجنة قال صلى الله عليه وسلم احفظوه يعني اللي ألهلهم النبي طلب منهم النبي عيسى صلى الله عليه وسلم أن يحفظوه طب هم حيحفظوه إزاي؟ أكيد حيحفظوه يعني في الصدور وفي الصطور الكتبة اللي فيهم حيكتبوا والباقي لأنها أغلب العرب كانوا أمة أمية لكن كان فيهم كتبة فكان حتى ميراث الأدب بتاحهم في العصور أو في الوقت الجاهلي كل الأدب الجاهلي كانوا يحفظوه عن ظهر قلب هم متمرسين على كده لأنهم ما كانواش بيعرفوا ما كانش كتير منهم بيعرف الإراية والكتبة لكن كان منهم كتب فطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظوه يبقى الحفظ ده يتضمن الحفظ في الصدور وفي الصطور وبعدين قال لهم بعد ما أمرهم بالحفظ وأخبروا به من وراءكم الله ده ما علم علم النبوة ده اللي جم من مكان بعيد إحنا جايين لك من مكان بعيد يا رسول الله وعايزين يعودوا يستمعوا إلى هذا العلم عشان بعد كده العلم ده يروح ما يبقاش موجود وما يبقاش مدون ولا يهتم بيه كما هتم الصحابة بالقرآن هكذا الدع المدعون هل ده كلام يعقل ده حتى المنهج العلم يرفض هذا الكلام لأنه هو ده العلم ورثة النبوة اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة واللي ضبطوا بيه كثير من المفاهيم خد دليل كمان في هذا الأمر ما ورد في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يوم النحر يوم العيد يوم العيد الكبير فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن دماءكم وأموالكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم مشهد يبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع طب النبي عليه الصلاة والسلام بيضع في أعناقهم أمانة حفظ ما يقوله لهم أمن العقل أن نقول أو أن يردد مثل هؤلاء بأنه لم تحفظ السنة كيف ذلك الوفد اللي سمع كلام النبي اللي احنا عبدالله نحن سأيلينه كانوا 14 واحد سمعوا هذا الكلام مش هيكون فيهم واحد حفيظ هيكون عنده سلامة في حفظه مش هيكون فيهم واحد بيكتب ورجعوا الأقوامهم يعلموا أقوامهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ده غير الصحابة اللي حضروا حضور الوفد ده ولابد أنه هيكون فيهم حافظ وحنكون فيهم بردو كاتب فهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعلم العلم وتبليغه للناس مش يتعلموا العلم لنفسهم وبس لا يتعلموا العلم ويعلموه خيركم من تعلم القرآن وعلمه أنت بتتعلم وتتقن في ناس بتتعلم عشان تعرف تتعبط صح وده المفروض أن كل واحد مننا عنده القصة الذي يستطيع أن يؤدي به العبادة على الوجه الوارد في الوحي الشريف وهناك طائفة من أهل العلم دي بتتخصص وبتدرس وبتتفرغ لطلب العلم ودي موجودة في كل عصر وفي كل زمان ومكان المدارس العلمية منتشرة في كل وقت من أول ما ظهر هذا الدين الحنيف فهذا الدين رسخ لقاعدة أن يتعلم الإنسان ويبلغ ما علمه الصحابة فهمه ده كويس وفهمه قصد رسول الله عليه الصلاة والسلام يبلغ منكم يبلغ الشاهد الغائب اللي حاضر معايا مجلس العلم ده اللي أنا بوجه فيه اللي حاضر معايا الخطبة دي اللي أنا بوجه إليها اللي حاضر معايا المجلس اللي جالت لي في الوفود وأنا قلت كده وكده يبلغ الشاهد اللي حاضر منكم الغائب فربما واحد حيسمع اللي أنا علمته لكم يكون أوعى وأكثر حرصا وفهما وعملا وتطبيقا لما أعلم من العلم الصحابة فهم ده فهم ضرورة وأمانة حمل هذا العلم النبوي الشريف وإتقان حمله ودقة حمله وكمال تبليغه على الوجه الذي يرضي مولانا فلما فهم الصحابة كده كانوا أحرص ما يكونون عليه في تلقيه وفي الحفاظ عليه ولنرى مدى حرصهم رضي الله عنه شفتوا إحنا شفنا سيدنا عمر رضي الله عنه قال كنت أنا سيدنا عمر رضي الله عنه عشان نوريك إزاي هذا الصحابة الكرام دول كانوا في هذا الحال اللي كله هم واستعداد في تلقي الأنوار من صاحب الأنوار سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول كنت أنا وجار لي من الأنصار واحد من أهل المدينة كنت أنا سيدنا عمر بيقول ابن الخطاب رضي الله عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد هو بيقوله يعني المكان ده من عوالي المدينة يعني حوالين المدينة القرى اللي حوالين المدينة مش في قلب المدينة لكن في المناطق اللي حوالين المدينة يعني مكان بعيد شوية عن المدينة فسيدنا عمر بيقول وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوم يعني جاري ده أنا وهو ابنتناوب بنبدل مع بعض بيبقى فيه مصالح ومشاغل هم عندهم حرص على تلقي العلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمر رضي الله عنه بيقول أنا وجاري ده كنا ابنتناوب والمروية وضحت أنه هو كان في منطقة بعيدة شوية فكان جار ينزل يوم وهو ينزل يوم يحضر مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو بيحكي بيقول فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره لو أنا جاء اليوم علي أن أنا أنزل لمجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول وأخبره بما ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي وبيان الوحي سواء كان من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة وإذا نزل فعل مثل ذلك ولو جاري ده نزل اليوم المخصوص له يقوم يعمل زي اللي أنا بعمله حرص على تلقي أنوار الوحي حرص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على التلقي أيعقل مع هذا الحرص ومع شدة الحرص تلك على تلقي الوحي الشريف إنه يضيع أو إنه لا يلهموا كيف يقومون بحفظ هذا الوحي الشريف الحديث طبعا طويل نقولنا المقطع اللي إحنا بنستشهد فيه على شدة علو الهمة والسعي لطلب العلم والحرص بالصحبة الصالحة أتبادل أنا واللي معاي عشان ما يفوتناش طلب العلم الحديث ده أخرجه إمام الأئمة الإمام البخاري في الجامع المسند إحنا طبعا بنقول صحيح البخاري هو اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ده اسم الجامع الصحيح الحديث ده الإمام البخاري أورده في 11 موضع في الجامع منها ما جاء به هو بيقسم الجامع الصحيح كتب وتحت الكتب أبواب ففي عنده زي مثلا كتاب الإيمان وتحت فيه أبواب كتاب العلم جاب الحديث ده بتاع سيدنا عمر في كتاب أسماه الإمام البخاري كتاب العلم باب التناوب في العلم يعني ده يديني مؤشر الإمام البخاري اتولد سنة 194 هجرية يعني ده وقت مبكر جدا ما يعمل مؤلف وينطقي من كل الأحاديث التي بلغت إليه طبعا ما بلغتش إليه وقاعد كده يعني ده كان بيسافر أصفار طويلة ليطلب الحديث من حفظة الحديث وفي المدارس العلمية الكتيرة اللي كانت مشهورة يسافر شرق وغرب يتلقى الحديث ويجمع وبعد كده يشتغل على المسودات اللي جمحها ويعمل ليدقق ويحقق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الإمام البخاري عمل كتاب اسمه كتاب العلم باب التناوب في نقل العلم يعني الصحابة منذ وقت مبكر جدا ده في العهد النبوي الشريف في حرص على مجالس العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان فيه كمان الحرص ده يؤدي إلى أنه كما حفظت السنة في الصدور دونت في الصطور صحيح في المرحلة دي كانت مدونات بيكتبوا بقى على أي شيء بيلقوه بيكتبوا بعد كده فيه مراحل في تطور كتابة السنة ضروري جدا أن احنا نعرف أن مراحل التطور في هذه الكتابة لا تنفي أن من شاءها كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان من حفظ العلم وتوسيقه وده اللي معلوم في كل أروقة المعاهد العلمية كتبته إنه كان يتكتب وده كان بيفعلوا كتبت الصحابة رضوان الله عليه يعني مش كل الصحابة كانوا بيعرفوا يكتبوا لكن كان في منهم كتب مشهورين ومنهم الإمام علي رضي الله عنه فقد كانت الإمام علي صحيفة بيكتبوا فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه كتبت الصحيفة دي بتاعت سيدنا الإمام علي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والرواه اللي هم تلمزته اللي تلقوا عن الإمام علي الأحاديث اللي رواها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلموها من سيدنا علي كان ينقل كل واحد من الرواه ما حفظه من سيدنا علي رضي الله عنه مما تحمله وتلقاه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرويات اللي وردت عن سيدنا علي رضي الله عنه في هذا الباب وضعها أيضاً الإمام البخاري في تصنيف الجامع الصحيح تحت كتاب العلم باب كتابة العلم لننتبه إلى فقه الإمام البخاري في تصنيف الجامع الصحيح كان ليه منهج والمنهج ده اللي ما يقراش منهج الإمام البخاري اللي ما يفهمش منهج الإمام البخاري من خلال جامعه الصحيح يجهل التعامل مع الجامع الصحيح الإمام البخاري بيكتب عنوان لأي حديث من وحي ما فهمه من المرويات اللي هو بيحطها التي انتخبها وانتقاها وفق المنهج اللي هو ارتقاه ورأى أنها صحيحة وفق المنهج الذي وضعه فيحطها ويفهم الحديث كويس يستنبت منه المعاني والأحكام ويضع عنوان كده للحديث فلما يجي الإمام البخاري ويحط في كتاب العلم باب كتابة العلم ده يفيد أن كان هناك في العهد النبوي تقييد للعلم بالكتاب لما نقول تقييد للعلم يعني توثيق للحديث وأن كتابة السنة كان أمر معروف ومعلوم في العهد النبوي الشريف مع طبعا حفظ الصحابة في نفس الوقت للحديث النبوي الكريم ده شيء موجود وما نقدرش ننكيره لأنه زي ما قلنا أن أمة العرب كانت أمة أمية فيها القليل من الكتبة لكن كانوا موجودين لكن السمت العام كانت شدة الحفظ لأنه ده طبع العربي الذي كان يحفظ المطولات وبيحفظ الشعر بتاع شعر العرب شعر ونسل وكل شيء دي كانت أمة أدب أمة أدب وهي أمة أمية يوجد فيها القليل من الكتبة يبقى أنا عندي الحفظ في الصدور كان موجود مع الحفظ في الصطور وتطور لعملية هذا الحفظ والعناية والتدقيق والإخلاص في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو متشكك أو طاعن مكذب بما أرسل به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه جل جلاله